موسيقى قال الإمام الباقر عليه السلام إن لجمع شهر رمضان لفضلاً على جمع سائر الشهور كفضل رسول الله صلى الله عليه وآله على سائر الرسل ومن مجبات الرحمة والمغفرة لسائر الخلق بعض المستحبات من الأعمال المروية عن آل البيت الكرام عليهم السلام ومنها صلاة الليلة السادسة من شهر رمضان وهي أربع ركعات في كل ركعة منها الحمد وسورة تبارك والثاني منها هو دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان وفيه اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين ثالث هذه الأعمال هو دعاء آخر في هذا اليوم اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين وأشعر فيه قلبي إنابة المخلصين بأمانك يا أمان الخائفين ورابع هذه الأعمال هو قراءة دعاء يا مجير ومن أبرز الأحداث التاريخية التي حدثت في مثل هذا اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك من العام الثالث للهجرة هي ولادة صبت الرسول وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن المجتبى ابن الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام في المدينة المنورة وأول ولادته عليه السلام أحضر إلى النبي صلى الله عليه وآله فأذن في أذنه وفي اليوم السابع من ولادته عق النبي صلى الله عليه وآله عنه وورد أن الإمام علي عليه السلام أراد أن يسميه حمزة تيمناً بسيد الشهداء الحمزة بن عبد المطلب عليه السلام قبل أن يسميه النبي صلى الله عليه وآله حسنا وعندما سأله النبي صلى الله عليه وآله عن اسمه قال ما كنت أسبق في تسميته النبي صلى الله عليه وآله وتتحدث الأخبار الواردة أن الإمام الحسن عليه السلام كان يحظى بمكانة مرموقة في المجتمع إذ أن الناس أحاطوا بالحسن عليه السلام في موسم الحج ليتبركوا به وبسبب شدة الإزدحام قام الحسين ومعه شخص آخر بتفريق الناس من حوله وفي خبر آخر أن ابن عباس ومع أنه كان من كبار الصحابة وأكبر سن من الحسن لكن عندما كان الإمام يريد ركوب دابته كان يجهزها له ومما ذكر أن الحسن بن علي عليه السلام كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وآله في ظاهره وأخلاقه وكان يخضب بالأسود وكان متوسط القامة وكثيف اللحية ومن فضائله الشخصية والاجتماعية حب النبي صلى الله عليه وآله له إذ أن هناك روايات عديدة حول حب النبي لصبطه الحسن بن علي ومنها كان النبي يحمل الحسن على عاتقه ويقول اللهم إني أحبه فأحبه وأن النبي صلى الله عليه وآله قال عنه إنه سيد شباب الجنة وحجة الله على الأمة من تبعه فإنه مني ومن عصاه فليس مني كان عليه السلام كريما وسخيا حيث أنه أنفق جميع أمواله مرتين في سبيل الله وبادر إلى تقسيم أمواله ثلاث مرات فكان ينفق نصفا منه ويترك لنفسه نصفا آخر وورد أن الإمام الحسن عليه السلام سمع رجلا يدعو الله أن يرزقه عشرة آلاف درهم فذهب الإمام إلى بيته وأمر أن يدفع إليه المبلغ وبناء عليه اشتهر بكريم آل البيت وهناك أخبار كثيرة تتحدث عن مساعدته للناس حتى ذكر أنه قطع الطواف وهو معتكف في المسجد الحرام ليقضي حاجة مسلم وسئل عن سبب عمله فقال كيف لا أذهب معه ورسول الله صلى الله عليه وآله قال من ذهب في حاجة أخيه المسلم فقضيت حاجته كتبت له حجة وعمرة وإن لم تقض له كتبت له عمره استشهد الإمام الحسن عليه السلام مسموما بمؤامرة من معاوية ساعدته فيها جعدة بنت الأشعف وفاضت نفسه الزكية إلى بارئها في السابع من صفر من عام خمسين للهجرة ودفن في مقبرة البقيع المطهرة فسلام على الحسن الزكي يوم أولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة